مرحبا تعالوا نعمل أطيب وأسهل دونات على طريقتي يطلعون خفاف مثل القطن وما يشربون ولا نقطة زيت يعني أنجحوا أسهل وصفة راح تجربوها سبقوا نزلتوا وصفة دونات موجودي بالقناة إذا تحبون تغشعوها حيل طيبي مضبوطة بس اليوم راح نعمل كمية أقل والله أعرف اتأخرتوا عليكم هذه الفترة بس إن شاء الله راح أعوذكم وأشكر كل من سأل عني بهذه الفترة عندي هوني نص كوب حليب ومعلقتين أكل شكر ومعلقة أكل خمغة أو خميرة فورية ونخلطهم شوية بس الذوب عدنا الخمغة بعد نضيف بيض ثاني بدرجة حرارة المطبخ ونخلطهم شوية بس يندمج البيض مع الحليب بعد نضيف ثلاث كواب طحين قياس الكوب اللي عندي حجمه 240 ملي وعندي هوني ثلاث معالق أكل زبدة ذيبي وقدر معلقة شاي ممسوحة ملح ونبدي نعجنة نعجنة لمدة عشر دقائق إلى ما نصيغ لعجيناي مطاطة عدنا بعد نغطيها بنايلون وقطع تقماش ونتركها بمكان دا في المدة ساعة وهوني بعد ساعة اغتمغت عندي بس غح أضيف رشة طحين وأنزل العجيناي وأمده ونمد العجيناي بالشوبك بالتساوي وتكون سماكة العجيناي سانتيم ونص تقريبا نقطع العجيناي بقطاعة البسكت أو أي غلاس متوفر عدنا ونقطع ببطن كل قطعة بفورما أو قباغ الببسي حسب المتوفر عدكم قطع الأصغار إذا تريدون تبقوهم تخمغوهم وتقلوهم أو نحطم مع باقي العجين اللي بقى عدنا ندعاك براحة على الخفيف حتى من المدة تنمد بسهولة رح نترك العجيناي على صفحة بينما نحط الدونات على ورق الزبدة عندي هوني ورق زبدة قطعتونه مربعات على قدغ الدونات أحسن شيء نحط قطع الدونات على ورق الزبدة حتى بعد ما تختمغ من نجي نقليهم ينزلون بالزيت بسهولة ونحطم بشرح أو صيني حتى نتركهم يختمغون وباقي العجين همنمدوا بنفس الطريقة نغطيهم بقطعة نايلون وقطعة قماش ونتركهم بمكان دافي حتى يضاعف حجمهم المدة ربع ساعة أو ثلاث ساعة حسب دفوا المكان وهوني بعد ربع ساعة يكون الضاعف حجمهم نبدي نقليهم بزيت نظيف وتكون درجة حرارة الزيت 160 مئوية بس إذا ما كان متوفر المحرار عتكم غح أقل الكم أشون تعفون درجة حرارة الزيت من تقلون الدونات بدون محرار وهم تطلع مضبوطة عتكم لازم تكون الناغ هادئة من نقليهم يعادو بتبين شوية فقاعات زيت على حوافي الدونات مثل ما واضح عتكم بالفيديو ومن تستوي جيهة عدنا نقلبهم ع الجيهة الثانية ومن يستوون نصفيهم من الزيت ونطلعهم وبعد ما نطلعهم من الزيت مباشرة نحطهم على المشبك حتى يبغدون مثل ما تغشعون بس نحطهم بالزيت بسهولة ينشال عدنا ورقة الزبدة بس إذا ما استخدمتم ورقة الزبدة لازم تغشون رشة طحينة بأسفل الصيني حتى منتجون نشيلوهم ينشالون بسهولة بس أنا أفضل ورقة الزبدة حتى مننشي لما يطلع الهوى من نم إذا تضبطون طريقة القلي ما غح يشربون زيت عتكم ويطلعون خفاف مثل القطن طلعوا 16 قطعة عندي أخفاف مثل القطن في صراحة الوصفة تستحق التجربة للتزيين عندي 200 غرام كاكو في طعم الحليب طريقة التزيين حيل سهلي ومكوناته بسيطة ونضيف ثلث كوب قشطة للكاكو ونحط الكاكو على ناغ هادئة مع التقليب إلى ما يذوب عدنا بعدها نتركه على صفحة إلى ما يصير دافي عدنا ونبدأ نزين بينه أنا عملته الكاكو حتى لا يكون الفيديو طويل عليكم وهم تبقى طريقة التزيين حسب رغبتكم وهون يكونون الدونات بيغدين عندي ويكون الكاكو دافي من أزين بينه حتى لا يمسكون طبقة فخينة من الكاكو وهذه كانت وصفتنا اليوم الدونات بطريقة سهلة وحيل مضبوطة أريدكم تجربون الوصفة وتعطوني رأيكم بيها لأن حيل طيبين يطلعون وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو وإذا كنت مش جاد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنسة الفيديو جديد والمقادير مكتوبة بصندوق الوصف وألف عافية